بسم الله الرحمن الرحيم نعم الآن نأخذ بإذن الله تعالى ما يتعلق بذكرنا في أن هذا الكتاب كتاب الطهارة لا بد فيه من ذكر الحيض والنفاس والاستحاضة ثلاثة أشياء الحيض هو دم طبيعة يصيب المرأة نعم نعم فالحيض النساء انقسموا في الحيض إلى ثلاثة أقصر مُعتادة مُعتادة يعني مرأة لها عادة معلومة في كل شهر هذا تسمى معتادة أنها عتادة على أيام معلومة يأتيها فيها الحيض في كل شهر هذا تسمى المُعتادة مُعتادة الثاني من أقصام النساء في الحيض تسمى المُميزة أي التي لها تمييز صالح يعني تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة الثاني من أقصام النساء في الحيض هي المُتحيّرة يعني ليس لها عادة معلومة وليس لها تمييز صالح معروف مُتحيّرة إذا جاءت مَوها وقالت يعني حصلي كذا وكذا ونزل علي الدموك فماذا علي ماذا أصلا نعم نعم نبدأ بالقسم الأول نقول هل لك عادة معلومة مُتحيّرة في كل شهر قالت نعم من عادتها دائما من عادتها أنها دائما تحيّر ستة أيام في كل شهر هجري من أول الشهر مثلا إذا هذا معنى أن هذه المرأة معتادة لها عادة معلومة ستة أيام من أول كل شهر هجري فتجلس في هذه الأيام يعني عن الصلاة لا تصلي وإذا زاد الدم على ستة أيام هذا معنى أن هذه المرأة استحادة نعم لا تصلي فيها أعطي أن هذه المرأة استحادة تحيّر 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 nouvelle messية لكوّل ليس المرأة في ليس خلاص مرأة مرأة البل البيت المرأة دم أسود ودمل استحعلا مثل الجرح دم أحمر كذلك بالرائحة دم الحيض له رائحة كليها ودمل الجروح ليس له رائحة ودمل الجروح ليس له رائحة نعم كذلك الدم الآن دم الجروح أول ما يخرج يسير ثم بعد هذا يتجمل فعكس هذا دم الاستحاض فإذا كانت تفرق بين دم الحيض ودمل استحاضة ودمل استحاضة ودمل استحاضة نعم الثالث من النشاء المتحيرة التي ليس لها عادة معلومة ولا تميز صالح هل لكي عادة معلومة أقول لا؟ هل تفرق بين دم الحيض ودمل استحاضة تقول لا؟ هل تفرق بين دم الحيض ودمل استحاضة تقول لا؟ هل؟ هذه الآن لدينا هي مرأة متحيرة احتارت في نفسها وحيرتنا معها هل تفرق بين دم الحيض ومسلت تفرق بين دم الحيض ومسلت تفرق بين دم الحيض ننظر إلى أختها مثلا إلى أمها كم تحيظ الأخت والأم فتلحق بهم مثال الأم كانت والأخت تحيظ سبعة أيام وباقي الأيام استحاضة نعم وبهذا يعني تم أقشام النشاء في الحيض فتلح الأمان توجد تتحيظ الأمان تريد التحيظ الأمان توجد تتحيظ الأمان نعم أعلى أعلى سيتم الطفل على التحديات الطفل على اتواف على هارات الطفل على أطرال أو الأضعاء سيتم الطفل على هارات الطفل على أطوار ومسى المصحب ومسى المصحب نعم إذا لا يستطيع أن يصلي أو يطوف أو يمسى المصحب حتى تبب سلشة المصحب ومسى المصحب ومسى على هذه الأشيات ثلاثة ما لدي حاجث أكبر معه ومسى المصحب بأن لا يقرأ القرآن ولا يبقى في المسجد بغير وضوء وتزيد الحائل على هؤلاء وتزيد الحائل على هذه الأشيات ثلاثة أكبر مصحب ومسى المصحب ليسه المصحب وليسه المصحب وという wrestle الذي أمعاد الحق obvious الذي أمعاد الحق الذي لا يصال أنت ولا يطفل على الشهرة الذي لا ي Relкт و PR الذي أمعاد الحق وный يترون με الذي أمعاد الحق أكبر على هذه الثلاث بألا ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن ولا استطيع اللغف بالمسجد إلا أن يتوطى ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن أنه سعى هذه الثلاثة بألا توطى ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن أما المستحادة ليس عليها إشكال تصلي وتصوم نعم وتصنع كل ما يستصنع التي ليس فيها حيا نعم لدينا أيضا ما تعلق ب الأنية ذكرنا أن الأنية تذكر في كتابة الطهارة لأن الماء هو الأصل في الطهارة لا بد أن يوضع في أوان نعم في هذا المقابل فالأصل في الأنية الأصل الطهارة والحم أي إناء نجدو الأصل نضع فيه الماء ولا إشكال فيه نعم يبقى معنا إذا علمنا يقينا أنهم وضعوا فيها أشياء نجيسا ماذا نصنع إذا كنا نبني على الأصل والأصل والأصل والطهار كذلك في الملابس الآن الملابس المستعملة من الكفار نتيقن نجيسا فهنجيسا نتيقن طهارة فهنطاهر إذا كنا نبني على الأصل والطهار نعم الآن يذكر في هذا الكتاب إزالة النجاسة الملزان الملابس إذا كنت تقوم بإزالة النجاسات على ثلاث أخص إزالة مغالبة مستعملة هناك كنت تقوم بإزالة وغالبس من الزراجة وإزالة مخففة يعني أسهل ما يكون وإزالة متوسطة مغلظة يعني فيها شيء من الصعوبة ومخففة يعني فيها شيء من السهولة والتيسين ومتوسطة لا صعبة ولا سهلة إغلاقiram بالنسبة معي cam�ية من واحد تق混ge dilemma للبلللللللللل tiene جاس أموغلغة ومتوسطة تحيو الأمر ومن واحد بالمئة إلى تسعة وربعين بالمئة هذه مخطف نعم نبدأ بالمغلغ المغلغة هي نجاسة الكلب داولغة بالإناء شرب من الإناء لا يشرب إلا بأخلاج النساء لابد من اراقت كل ما في الاناء من ما و تكون طهارة هذا الاناء بأن يخسل سبع مرات أولا هن بالتراب لما أول شيء التراب ثم بعد هذا سبع مرات نخسل الاناء بالما نخسل مرة الأولا بالتراب ثم يوضع ما والثاني والثالثة وهكذا سبع مرات ولا هن بالتراب نعم الثاني من النجاسة المخففة قلنا السهلة التي يحدث يوم الثاني من النجاسة المخففة تزال بالنضح أي رش الماء فقط دون العصر ترش الماء فقط نعم الثاني من النجاسة المخففة 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 ايه مخففة إذا وقع منه شيء على الثوم وقع منه نقطة على الثوم أو على السلوات ماذا نصر؟ نعم الثاني من النجاسة من اللجين نعم الثاني من النجاسة نحن نأخذ شيء من ماء ونرش على هذه النقطة وانتهى الأمر تخرج تصلي وأصبح اللباس ليس فيه الشيء من النجاسة نعم، وكذلك بول الغلام يتذكر الذي في الفطام يعني دون الحولين، دون عامين هذا سياري عامين عامين لان عامين عامين لอیوه ومع الاجمع، ومعه أنزل أسناء ترجح عليه الماء نعم طيب بعدها نذكر النجاسة المتوسطة نجاسة المتوسطة لا يجب أن ترسل مع العصر نعم 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 مجتمعين أن تكون المسيح الجنجية الكانب المنزل عن هكذا كانو كبير منبعه يعني ما ذالو الأن، دخل الإنشان إلى التعبير من البعليات على سيروالي مثلا فماذا يصنع؟ يأخذ هذه النقطة من الماء يرشح عليها الماء ويعصب ولا يضرب بعد هذا بقاء اللون أو الريح إذن هذا هذه النقطة من الماء إما مغلظة أو متوسطة أو مخففة لكن يجب أن نعرف ما هي الأشياء النجسة لأننا قد نظم في الأشياء نجسة ويليس في نجسة ويليس في نجسة ما هي الأشياء النجسة باول الأدمي وعادرته يعني الغائب يعني من الإنشان ما هي الأشياء النجسة نعم فالباول والغائب من النجسة إذا أقعد على الثوب لابد من إزالة متوسطة رشح مع العصر نعم لابد من إزالة متوسطة أو مغلظة أو مغلظة أو مغلظة أو مغلظة أو مغلظة لدينا باول وراوث ما لا يؤكل لحم باول وراوث الحيوانات محرمة الأكل إذا قريب أو الكوتو من أدرة أو مغلظة أكيدة من أين تيارة أو مغلظة أو مغلظة نعم فأبوالها وأوراثها نجسة إذن بول البعيد الجمل والبقرة والغنم والغزال نعم هذه أبوالها أوراثها طاهرة ليست بنجس يعني أنت تصلي الآن وتلبس الغطرة نعم ومر طائر وسقط عليك شيء من يعني من الخارج من هذا الطائر نعم 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 مثلا مثلا نعم فهذا لا اشتر لنحنالة الافن اذا كان هذا مثلا سقر او غراب فهذا نجاسة لابد من ازالة النجاسة تخلع الغطرة بأكملها و تضعها جانبا نعم هذا الثاني من النجاسات قلنا الاول بول الآدمي البول والغايد والآدمي للإنساء وكذلك لدينا الثاني قلنا بول وغوث محرم الأكل ملاء كاللحمة والميتات كلها نجسة كل ميتة فينجسة إلا ميتة الادمين الميت الا الانسان إذا مات فالميت لا ينجس المسلم لا ينجس حين ولا ميت يعني الآن لو ندينا ميتة غنب ميتة بقر فهي نجيسة خرج بهذا ما لم تكن ميتة يعني ذوبحت وكان وحصل لها الدكات الشرعية فهي حلال الأكل طاهرة نعم فهي حلال الأكل طاهرة وماتت فهي نجيسة لأنها ميتة نعم جاست السيارة إنسان آدبي فالهذا نجيسة لا إذن الميتات كلها نجيسة فهي نجيسة لأنها ميتة فمن ثمين إلا الأدامي الإسان والحوت والجراد water, لا Rodriguez ied الدهن الدهن بالنسبificaciónة் الجوش الغبير عندما تذكار الشرعي إذن إذن الدم يحفى عن الدم اليسير لايز بلوت إذن لايز بلوت ودام المتبقى في العلوق بعد أكسرعيه إذا بقى أشهد يحفى عنه والكبد والطحان نعم أيضا في الميتات ما لا نفس له سائلة يعني إذا قتل أو ذبح لا يخرج له دم مثل البعوض بعوض الآن إذا ذبح تلاسل من هذا الدم فهذا لو وقعت في إناء ترمسها في الإناء وتخرجها وصبح الإناء فهذا ليس في نجاس نعم 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 هذه الأشياء النجسة والله أعلم وصلى الله عن نبي محمد وآله وصحبه وسلم زرعاله الآن جدا شكرا 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 شكرا